بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أضاع القادة العرب كل الفرص الذهبية لاستعادة مكانتهم العالمية بعد طوفان الأخصاء للإجابة عن هذا السؤال نتابع ما كتبه الصحفي محمد خاطر للعربي بوشت للتفاصيل كونوا معنا حتى النهاية يقول الكاتب محمد خاطر أضاع العرب الكثير من الفرص الذهبية لاستعادة حقوقهم المسلوبة وتعزيز مكانتهم على الساحة العالمية وآخر هذه الفرص معركة طوفان الأخصاء التي حققت الكثير من المكاسب في يوم واحد ولكنهم أضاعوها ولم يبنوا عليها بل والأدهى من ذلك أنهم تآمروا عليها يتابع خاطر قائلا طوفان الأخصاء الفرصة الضائعة معركة طوفان الأخصاء كانت فرصة ذهبية لإعادة حقوق الفلسطينيين المسلوبة منذ أكثر من خمسة وسبعين عاما وبسالة المقاومة كفت العرب جميعا مواجهة الجيش الإسرائيلي الذي زعموا أنه لا يقهر فقد استطاع بضعة آلاف من المجاهدين الصامدين إذلال جيش الاحتلال الإسرائيلي وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الممتد منذ أكثر من مئة عام وحتى اليوم كفى العرب جميعا تقديم التضحيات سواء بالأرواح أو الأموال ولكنهم أهدروا هذه الفرصة الذهبية عندما خذلوا إخوانهم الذين يدافعون عن أرضهم وعن مقدساتهم ويذودون عن شرف الأمة وتركوهم وحدهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وداعمه وليتهم اكتفوا بذلك بل ساهموا في قتل إخوانهم بالصمت والتواطئ على جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها خذلان أم تواطئ تحدث البعض وبخجل عن الخذلان العربي والإسلامي للفلسطينيين وتركهم في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية المدعومة غربيا والتي تحصد أرواح العشرات بل المئات يوميا من الأبرياء والحقيقة أن هناك تواطئ مكتمل الأركان لذبح الفلسطينيين من الوريد إلى الوريد وتشيع القضية الفلسطينية إلى مثواها الأخير والفلسطينيون يتعرضون لحرب إبادة جماعية فهم يقتلون بأسلحة الاحتلال الإسرائيل الغاصب والعرب يقتلونهم جوعا بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية وقد أظهرت صور لطائرة مسيرة تكدس أكثر من ألفي شاحنة على معبر رفح ولم يسمح لها بالدخول في الوقت الذي يعاني في سكان القطاع من مجاعة شديدة ويموت أطفالهم جوعا وظهر مسؤول منظمات الإغاثة الإنسانية وهم يبكون على شاشات التلفزة لعجزهم عن إيصال المساعدات رغم أنهم يملكون الأموال ولديهم مئات الشاحنات الممنوعة من دخول القطاع والأمر لم يقتصر على ذلك فهناك دولة عربية منعت التحويلات المالية لفلسطين وفي الوقت الذي يموت فيه الفلسطينيون جوعا نجد دولا عربية وإسلامية تمد الكيان الصهيوني بالغذاء وطائفة من العرب يشاركون في قتل إخوانهم الفلسطينيين بالاستفاف في معسكر الاحتلال الإسرائيلي وداعميه من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية وإعادة قطار التطبيع إلى مساره بعد أن توقف بسبب معركة طوفان الأقصى وبعض الأنظمة العربية تاجرت بالقضية الفلسطينية لسنوات وحققت من خلالها مكاسب سياسية داخلية وخارجية وهي الآن تقبض ثمن خياناتها وبيعها للقضية وهناك نظم عربية تتماهى مع الاحتلال الإسرائيلي وتتبنى رؤيته وتنفذ مخططاته وإملاءاته وبات حكامنا العرب والشعوب العربية على يقين بأن الوصول للحكم والبقاء على كرسي الحكم مرهون برضى الصهاينة ومباركة أمريكا حقائق أكدتها معركة طوفان الأقصى بعيدا عن خذلان العرب والمسلمين لإخوانهم في فلسطين وتواطئ بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال الإسرائيلي على قتلهم وإبادتهم هناك جملة من الحقائق أكدتها معركة طوفان الأقصى ومنها أن الاحتلال الإسرائيلي كيان وظيفي ورأس حرب للاحتلال الغربي لتنفيذ مخططاته والحفاظ على مصالحه في المنطقة العربية المليئة بالخيرات والثروات والتي تتحكم في أهم المضائق على مستوى العالم ومما يؤكد ذلك هو أن زوال الاستعمار عن دولنا العربية تزامن مع نشأة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين في عام 1948 وتولية الحكم في الأقطار العربية لأنظمة عميلة وتابعة للقوى الاستعمارية التي رحلت جيوشها عن الأراضي العربية وبقي أذنابها لتنفيذ مخططاتهم والمحافظة على مصالحهم في المنطقة ويمكن أن نستنتج أيضا أن التآمر على الثورات العربية وإجهاضها كان تمهيدا للنحظة الحالية التي تصطف فيها النظم الإنقلابية والعميلة مع الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المقاومة والشعب الفلسطيني ومن هذه الحقائق أن الصهيين العرب أشد خطورة على العرب والمسلمين من الصهيينة أنفسهم فعداء اليهود لنا قديم ومعروف ومذكور في القرآن أما فعل المنافقين في الأمة فهو أشد خطرا مما يفعله بها أعداؤها يقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ولذلك كله لا بد أن نفيق من غفلتنا وأن ندرك أن تحرير فلسطين يبدأ من تحرير أنفسنا وتحرير دولنا من المحتل الوطني الذي يحكمنا لتحقيق مصالح أعدائنا إذن متابعين الأعزاء تابعنا معكم هذا المقال الهادف للكاتب محمد خاطر والذي تحدث فيه عن القادة العرب وإضاعتهم لكل الفرص الذهبية لاستعادة مكانتهم العالمية بعد طوفان الأخصى وكيف أنهم خذلوا فلسطين وخذلوا مقدسات المسلمين وهنا نتساءل لماذا يجمعون المليارات ولماذا يجيشون الجيوش ولماذا هذه الدول في الأساس ما لم يكن لها من دور في تحرير فلسطين ومقدسات المسلمين ألن يسأل أمام الله عن فرض العين الذي يتعين على كل مسلم أمام الله سبحانه وتعالى تجاه هذه القضية ففلسطين ليست قضية فلسطينية فحسب بل هي قضية إسلامية عربية أليس المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين أليست هذه الديار التي فتحها الفاروق عمر رضي الله عنه وأعاد تحريرها صلاح الدين الأيوبي هذا المكان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن به طائف لا تزال ظاهر على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله هؤلاء الحكام الذين يجب عليهم أن يقوموا بدورهم هم وكافة الأمة الإسلامية تجاه هذه القضية المصيرية للعالم الإسلامي سيسألون أمام الله أولا كما سيحاكمهم التاريخ ثانيا هؤلاء القادة الذين خذلوا قضايا المسلمين بل كثير منهم شارك بالخيانة وشارك في الخداع وشارك في بيع مقدرات المسلمين في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة